زيزو كفاية كده ما فيش سؤال بعد زيزو يعني هو زيزو خلاص النادي الزمالك يعني زيزو زيزو يعني نادي الزمالك اخر الثلاث اربع سنين زيزو هو نجمي شباك الاوحد واحنا مش بنقول كده عشان خاطر زيزو بيلعب ماتش ولا تنين ولا تنين زيزو بيلعب كل الماتشات كويسة وزيزو مختلف عن كل اللعيبة اللي في الملعب النهاردة فيه ثلاث لقطات كانوا مهمين جدا لزيزو ويعرفك فرق الكواليتي ما بين زيزو وما بين اي حد بفرقة نادي الزمالك عشان كده زيزو لما بيغيب نادي الزمالك يبقى شكله مختلف تماما زيزو قدرته على ان هو ازاي بيحتفظ بالكورة وازاي ياخد فاوله وازاي يعمل التحول وازاي يتحرك حاجة جميلة دعا نتفرج على دي كانت في الشوت الاولاني نهاية زيزو اللعيب اللي هو ورا اللعيب بتاع نهضة بركان اللي هو على حدود الثمانتاشر عاوزة ببص زيزو هنا انت بتيجي تفرجت حيث ان راجل عاوز يطلع لبرا نكمل في ريم اللي بعده في ثواني ام عمل الفنت الراجل ما خدش باله منه وام زيزو داخل في النص كرة اللي لعبها سيف الجزيري يعني انت لما تبصها الاول زيزو اصلا كان طالع وسط ثلاثة وبر الكادر خلص الفنت اللي عمله بالضبط قيمة زيزو زكي لعيب زكي زيزو لعيب زكي جدا جدا الكرة دي اللي تردت وكانت هاجمة خطرة جدا لنادي الزمالك تعال نشوف الكرة اللي بعدها ونشوف التحرك والزكاء برضو والسرعة بتاع زيزو في التحولات الكرة دي كانت برضو في اخذ ديها 85 الكرة قطعت من نادي الزمالك اول ما الكرة هتطقطها هتتسلم لزيزو نشوف الفريم اللي بعده على طول اول ما زاد كمالها هيسلم الكرة زيزو من فرستاتش من لمسة واحدة على طول هيطلع سيف الجزيري وحاوزك تفرج عليه بعد ما طلع سفل جزيرة أول ما طلع سفل جزيرة هو جري على فينها كريم جري لبرة أم مرة واحدة أم جارج جوه وعمل السويتش مبين ومبين مصطفى شلبي مصطفى شلبي يخد هنا وفي ذلك هو قاطع على القريبة طبعاً الكرة دي لو كانت اتلعبت من سفل جزيرة كان هيبقى هدف رائع التحرك بتعزيزه وإزاي عنده القدرة إنه هو دايماً آري كل شيء في الملعب ولكن اللقطة الأفضل كانت بالنسبة لي هي اللقطة اللي جاية دي ودي اللي كان فيها قدرة كبيرة جداً من سفل الكرة دي كانت في الديها 85 برضو بعدينها بشوية تقطعت من نادي الزمالك تقطعت عفوا من نادي نهضة بركان أول ما الكرة هتترد هتترد المين هتترد يزيزه وسط أربعة انت بقى قولي يا كريم هل في العيد في نادي الزمالك غير يزيزه لو الكرة دي وسط أربعة هيعمل اللي عمله بصه وعمل ايه الراجل جيه هو عارف قدرته ومميزاته فيه انا راجل سريع الصورة دي والله العظيم والله اي حد غيره هيخش على المساك عشان يرقصه لا هو عمل ايه او انا قوتي فيه قوتي في سرعتي ام الراجل عمل دي ليه خد بس عمل فنت وامطلع لبرا خالص تعال اجري ورايا وفي ديها 85 قوة البدنية تعرفك ان العيد ده بيتمرن كويس جداً جدا الراجل خد الكرة طلع لبرا الراجل حاول يدايقه بص ببادر ما يروح للجول امطلع لبرا عشان عاوز يعمل يدي ليه وعاوز يهدي اللاب خد فاول بص يا كريم بقى على الشاشة فوق كم الدقيقة خمسة ونرجع في ريم اللي قبله الدقيقة خمسة والتمانين وست سوائن الفاول اتلعب بعدها بقد ايه اتلعب بعدها بقد ايه انا كسبت دقيقة كاملة في اخر عشر دقايق خدت نفسي وخدت اللعيبة خدت نفسها قدرته على ان هو يحتفظ بالكورة وقدرته على الزكاء الكبير اللي عمله والجون اللي جابه لحمد حمدي فبصراحة بص هنا بقى دي بقى اللقاطة الاخيرة زيزو اللعيب جامد او يا جماعة بس قلبه كلها بتقول ان هو الزمالك كوي مع بص هنا ده الهدف اللي جي مين اللي عند الكورنر اللي رفع ده زيزو فريم اللي بعده هو رايح يحتفل مع لعبة الجمهور نادي الزمالك بص كله بص هنا بقى هنا العنفوان اللي عنده زيزو اكتر لعيب انا حسيته النهاردة كان عاوز نادي الزمالك يكسب واللقاطة الاخيرة الفريم اللي بعده خالص بعد ما الماتش خلص رجل اللي وقعه على الارض وقعه على فكرة دي قيمة ان هو حاسس بكم الضغط اللي عليه ما هو الوان منش هو هو نجم نادي الزمالك فالضغط كله على زيزو فبصراحة يعني انا بواجله تحية لان انا انا حب اللعيب اللي يجمع ما بين ان هو يبقى قلبه حلو وقلبه قوي وقلبه بيلعب للكيان اللي هو منتميل وفي نفس الوقت يبقى لعيب كورة جاملة زيزو عامل حاجة مهمة جدا في الكورة المصرية اعتقد حيبقى درس كمان للاجالي الجاي زيزو انت بتتفرج عليه ممكن ما تقدرش تقول ان ارقامه تبقى احسن من كابتن حاسم امام ولا ارقامه احيانا تلاقيها في حاجات احسن من بركات انت لو بنشوف بعنينا دول في اللي ستايل بتاع يعني الحرفانة والحاجات اللي زي دي يعدوا زيزو خلينا يعنينا لكن زيزو قادر يعمل ارقام انت تفاجأ ان هي بتتوصف انها دايما تاريخية في الدولة المصري ارقام زيزو في التسجيل والصناعة مثلا في التسجيل انا عايز اقول لك مفاجأة انها ممكن تكون في التسجيل زيزو بيسجل بمعدل في الموسم قريب من اللي كابتن حسام حسن كان بيسجله طبعا في زيزو عنده ادفانتش دربات الجزاية بس كابتن حسام ادفانتش انه كان مهاجم طبعا زيزو عمل الحاجة اللي تدي لعيبة تانية الطريقة احنا دايما اللعيف يعني بينجح نعتبر كسر يعني نثبته في النجاح مثلا ايه لو بيشوت فاربع محاولات فبيطلع مسلا منهم محاولة فداي بيثبته ربع او بعدد الدريبل بيعمل خمس دريبل فبيعمل اتنين فتبقى نثبته اتنين على خمسة طب لو انت عايز تكبر الرقم بتاعك اللي هو الرقم المجمل اللي هو التوتل بقى بتاعك انت بتعمل اهداف كتير بتعمل اسستات كتير قدامك حل من اتنين يتحسن الكسر ده وده الطريق الصعب اوي 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 ان انت تحسن مهاراتك فتبقى بتنجح بنسبة اكبر او تعمل الطريقة اللي زيزو ارشد الناس لها زي ما تشتغل على تنمية النسبة بتاعتك كمان انت ممكن تكبر العدد المحاولات نفسه فزيزو بيعمل ايه بيزود عدد دقائق اللعب الراجل محافظ على نفسه ما بيغيبش غلي الشديد الاوي بيحافظ وبيقدر يلعب التسعين دقيقة واكتر فده بيزود عدد دقائق اللعب نفسه وبيزود عدد المحاولات في كل حاجة طول الوقت بيحاول طول الوقت بترميله الكرة بياخده وبيجري بقى بيروح يلعب كرات سابتة بقى بيرفع فكل ما انت حتزود القيمة اللي بندرب فيها الكسر وفي نفس الوقت بيشتغل على تحسين برضه مهاراته فالكسر نفسه بيتحسن في نفس الوقت بتكبر القيمة نفسها فالتوتل بتاع زيزو انت بتفاجأ ان زيزو بقى الهداف السادس لزمالك تاريخية واهدافه ارقام اهدافه كمعدل خلي بالك زيزو بيلعب في الدور المصري بالأربع سنين لو تضرب الرقم ده بتاع تستغرب ان هو قريب من ناس لعبت في الدور المصري سبعة وتمان وتسح سنين بالضبط فرغم ان هو كعين لو انت بتتفرج كده كعين انت عارف ان طبيعتنا في المصريين بالحب هو عنده الحاجات دي بس مش مميزة اوي بس قادر يعمل ارقام افضل كباد من الناس اللي كانت عندها ممكن مهارات في الكورة افضل